نحن بالنسبة لأننا كمستثمين مؤسسيين ابتعدنا لأسواق الأمريكية من العمل الفائت لأنه بالنسبة لأنه هيدا سوق عم يتحرك بفضل بضعة أسهم فقط أربعة أو خمس أسهم وبقيت السوق يعني ما عنده أداء جيد جدا فكل شيء بالنسبة للتنويع لا يطبقون بالنسبة لأسواق الأفراد هيدا مختلف جدا اليوم اللي عم يصير بالأسواق الأمريكية هو حال الترقب لأنه اليوم خلصنا من المومنتم خلصنا من النتائج صار معروف الفيدرالي شو بدو يعمل فوصلنا لمستويات عالية جدا معظم المستثمرين عندهم أرباح غير محققة اليوم لحتى هيدا الأرباح تتحول محققة بدون يطروا بيعه وهيدا اللي شفناه شوي نصار فيه شوية انخفاض بسبب هيدا جاني الأرباح اليوم المستقبل الخريب يعني الأمور بعدها مش كتير واضحة شو بدو يصير تحديدا ملساب للنتائجة الشركات اللي نحن نتوقع يعني تبلش تصير من سيء إلى أسوأ بسبب ارتفاع أسعار الفيدر فنحن نكرر ابتعادنا من أسبق الأمريكية كمستثمرين مؤسسيين للمضى المنظور ما هي الأسواق الجذابة للاستثمار فيها إذن؟ البدائل هي مثلا سوء اليابان يعني إذا منقارن بالعام 2024 نحن كنا مستثمرين بالأسهم اليابانية إذا منطلع على المؤشر الياباني نيكي 225 أدائه بالعام الحالي 2024 21% صعود مع PE ريشو مكرر ربحية 18 إذا منقارنه بالأسن بي 500 أدائه الأسن بي 500 بالعام الحالي هو 10% ومكرر ربحية PE ريشو 24 فأدائه اليابان كان أفضل بكتير خاصة أن الياباني اليوم تقييماته undervalued مقارنة بالدولار إذا أرني على PPP يعني تعادل القيمة الشرائية رايان الأسبوع الماضي خفض المركزي للسويسري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ هل بانك أوف انجلند هو التالي بعد صدور أرقام التضخم الجيدة وهذا ما يسعره السوق أو بالأحرى هل ترى بنوك مركزية أخرى تتحرك بخفض الفائدة قبل الفيدرالي يعني من الواضح أنه في كتير بنوك مركزية عم تتجهز لتخفيض أسعار الفيدر لأنه عم تبلش تلمس أنه فيه طباطئ اقتصادي باقتصاداتها فبدأ البنك السويسري بحركة شوية مفاجئة فنعم نحن نتوقع البنك المركزي القادمي هي البنك في انجلند البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الأوروبي أيضا هذه هي البنك المركزي اليوم اللي من المرجح أنه يتحفد بالنسبة لأمريكا الوضع مختلف جدا بالوضع الاقتصادي فالعمالية مؤخرة شوية بأمريكا نعم إلى سوق السندات وتحديدا سندات الخزانة الأمريكية 10 يير ييلد الآن عند 4.24 و2 يير ييلد عند 4.59 يعني منحن العائد عند نائس 0.35 إذا عملنا 10-2 العام الماضي وصل الانفرجن العكاس بمنحن العائد إلى الذروة إلى نائس 108 نقطة أساس وطبعا بعام 2021 كانت العوائد شبه منخفضة وكان المنحنة ستيب عند 158 بيسس بوينس السؤال فرضا الآن سيقوم الفيدرالي بتخفيض الفائدة ثلاث مرات هذا العام أين ترى منحنة العائد كيف سيكون شكله بالنسبة للتخفيض أسحار الفايدة هو بدي يكون بناء على طباطه اقتصادي وعادة ما يحدث قبل الطباطه الاقتصادي هو المنحنة بيصير ستيب يعني ما منعود منرجع ستيب هيدا اللي بيصير تأليديا بأمريكا هلأ اليوم عندما تطلع على المنحنة اليلد كورف صلنا 433 يون المنحنة سلبة وهيدا رقم قياسي بأمريكا اليوم اللي عم يصير الحكومة الامريكية عم تصدر دين short term مش long term بعكس كل الحكومات الأخرى فاليوم لما عم تصدر ديت على short term هيدا عم يزيد اليلد على تراجيريز فبدل ما يصير في عم نظلنا flat أو inverted بعكس البنوك أو الحكومات الأخرى فاليوم الحكومة الامريكية بسبب ارتفاع أسعار الفايدة وبسبب توقع انخفاض أسعار الفايدة بتفضل تصدر short term على long term لحتى ما تعلق لفترة طويلة بأسعار فايدة عالية ترى الستيبينينج للكورف بعام 2025 ولا لا حتى ب2024 ممكن بس يمكن بالربع الرابع يعني بآخر أواخر 2024 لأنه نتوقع على الطباطه الاقتصادي يجي خلنا نذكر أن الطباطه الاقتصادي بأمريكا ما بيعطي أي warning الطباطه الاقتصادي بأمريكا مفاجئ جدا وهذا شفنا بآخر 2007 يعني بس قبل 2008 وشفنا بالعام 2000 كمان بآخر 1999 طباطه الاقتصادي بيجي بسرعة جدا بناء على ما تقوله وعندما يتعلق الأمر بالاستثمار هل تختار المدة أم تركز على العائد الأفضل والأعلى لا نحن كثير من نركز على المدة لأنه خلنا نذكر المشاهدين في شيء اسمه المتشوريتي اللي هو طول السند وفي عنا شيء اسمه ديوريشن اللي هو نعم اللي هي بتقيس الرسك أو التذبذب طبع السندات كلما طولنا مدة المتشوريتي كلما زادت هذه ديوريشن فنحنا اليوم عم نبتعد عن التذبذب فنحنا منفضل من سنتين لخمسة سنين لأنه في تذبذب فيه قليل جدا وبعض العائد تابعه ممتاز خيروح للسلع تحديدا الذهب المكاسب القوية التي نراها على الذهب هل سببها ترقب خفض أسعار الفائدة فقط كما يتوقع بعد بيوت الاستثمار مثل جولدمان أم مشتريات البنوك المركزية الكبرى هي الدافع الأساسي أنا بس بحب ذكرت أننا كمؤسسة عملنا توصي بالبداية 2023 بشرق الذهب لأن البنوك المركزية مثل ما تفضلت عم تشتري كمية ضخمة من الذهب يعني بعام 2022 2023 والعام الحالي 2024 كمية الذهب التي اشترت البنوك المركزية كسرت كل المركز القياسية يعني إذا ما نشوف الرسم البياني عالي جدا المشتريات هيدا بسبب أول شيء زيادة أحجام الدين على المستوى العالمي واثنين economic uncertainty فاليوم البنوك المركزية بدأت تدعم عملاتها فعم تشتري كمية ذهب ضخمة جدا فيه كمان المؤسسات والأفراد عم يشتروا ذهب لأنه كمان شايفين أنه كل شيء financial assets صارت مستوياتها عالية جدا فعم يفضلوا يعملوا يعملوا تنويع عبر شراء الذهب فنحن نتوقع هيدا يكمل وخاصة إذا ضاعف الدولار وتنطق فيه أسعار الفيدي ذهب يعني برأينا رح يصل إلى 2500 دولار فترة غير طويل طب أخيرا خلانا نروح إلى سوق العملات عم نشوف ضغط على اليان في الفترة الأخيرة هل عم نشوف بعض الارتياح لأنه فيه إمكانية تدخل المركزي الياباني بسعر الصرف هل برأيك لعام 2024 سيستمر هذا الضغط على اليان كيف بتشوفه مستقر اليان بنهاية هذا العام بالنسبة لليان يعني وصلنا للضعف الأقصى نحن برأينا لأنه اليوم اليان undervalued مقارنة بالدولار بتعادل القيمة الشرائية PPP بـ 40% فاليان إذا اليوم البنك المركزي الياباني بلّى شير في أسعار الفيدي يرأينا اليان يطلع طلوع سريع جدا مقابل الدولار وهيذا يكسر ما يسمى الكاري تريد الكاري تريد هو لما ندين باليان الياباني بأسعار فيدي منفوض بي هاي ييلد تمام أنه منفوض بي هاي ييلد على الدولار الأمريكي فهيدا بده يكسر هيدا الكاري تريد فهيدا اللي عم نترقبه اليوم أنه شو رح يصير بالنسبة للكاري تريد لأنه هيدا إذا صارت هيدا تغيير جذري بتحرك الروس للأموير عالميا شكرا لكم اشتركوا في القناة